أهلا وسهلا بكم في يوتيوب جديد هذا الفيديو من اسطنبول سنأخذكم معنا برحلتنا اسطنبول أول يوم لنا اليوم سنورجيكم الأماكن الحلوة خلاص عمي العساس الأول بالله دعستني أول يوم والله كنا تعبانين لم تصورنا شيء مبارئ سنأخذكم معنا بالأماكن الحلوة لكي تكون عندكم الفيديو إذا أعجبكم وعجبتكم الأماكن سجلوا عندكم تس amiga شاشر savage سنعيوتيوب أنا ريت doctoral قولي قولي من أ långم فقط كيف jemand بالان النوع حبانا نبدأ اليوم بشارع تقصيم عشان من أشهر الشوارع في اسطنبول وخدينا هوتيل هناك فيه لكثير من المحلات والمطاعم وأجواءها حلوة بالليل وبالنهار طيب أول شيء شو وضع الكورونا والمسكات المسكات نحب عليها بس إذا بتكو تفوتوا على شي مول أو عشي لازم تفوتوين نحتاج لتعملوا هس كود من قبل ما تسافروا من الرمضان كمان لما تدخل لازم تطويهم الهس كود حقا موسيقى الآن بس تنزلوا بشارع تقصيم للأخير لتحت فيه عند منطقة غلاطة تاور تير محلات تجنل للتياب للسبميز إذا كنت تحبوا تشتروا هي الأشياء مبوانية شوف الجزادين مدلاك شفوين هذا النصر بي يفلو شوفات شحلو بجنل محينا أيهم شي وإنتم مشين هون تاخدوا عصير من المحلات هاي السريعة انانا أكبرو الارنج بحمس صليرات يمكن هاي الأسعار طبعا كتير في محلات هون مش إنترنشنل يعني أشياء بس بتلقوها بهاي المحلات براندات لوك اللي مش معروفة واشترت قميت عليه ليمونات مونات وقفت عندي المحل تقولي لازم أأخذه oh my god طلب أحلى بس كل المحل full of boutiques so even across the road there from men and women not only ladies بس حاجات كير بوتيكات في كل الشارع come here for souvenirs really good prices name little one of the best places in the Philippines دايما فوتو بين الدخلات دايما بكون في هدن لأيها كحرون العظيمة وشيشة والأهواء it's amazing المترجم للغاية المترجم للغاية هل تحضر كله؟ نعم نعم جميع رشانات هنا محمد يبدأ على المرأة هذا هو المرأة lilaret كل المرأة تأتي تت physic أرى كل dingen فقط jacket المركز راحية ب vocês لإثقار جدا شكرا 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 وكذا خلصوا اليوم وقلنا نرجع عالبيت مضيح ونبدأ معاكم يوم جديد بكرة بفطور من عند مادو المقربة مقربة الحقاق يعليك يعليك معاو مقربة خلص وبعد ما خلصنا فطور ركبنا تاكسي وروحنا على المكان الثاني ماذا تفكر من هذا المكان؟ جميلة 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 للصور تشكرنا طلعا عجيبة قريبة لأنه الإضاءة هون دعبان شوي الشمس بقراسنا بالصبر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة واذا تحتركوا في القناة واذا تحريرنا؟ نرى رائعة سورة جميلة من شاء الله المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة هذا الحلو زرزي انا حلو الأدانس وين احنا هلأ جرام بازار سلسلم أ差 شو رأيك كيف تعمتو طيب شو بيش بيه تعمت شو موس أكب بشاديك بين العالم البحار في موسيقى في شارع البحار في موسيقى يكون مفتوح وطار بنواجل يشام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لكي لا يسرقوا في القناة لانه طريقة جديدة لا تسمعنا فيها من قبل هنه يقولون قديمة الشرطة عادية متعودين عن الموضوع جدا ويقولونك دائما ما تحدث بس احنا اول مرة نسمع بهذه الطريقة فقلنا لازم نقولكم كيف اولا نحن نسحب مساري من الاتم اختارت كلها بسعنا ومجحز واساسي اشتركوا في القناة او سحب احنا صدقوا في القناة اذهب لكي الاتم احنا هناك لاحقا احتجنا في القناة انا رأيته اننا مطلقوا في الاتم انا اخذ لكي بسعارة وأنا عيوني وعيون محمد مثبتة على البطاقة يعني هنهام بتكوت بالأي تي ام شفناها فاتت طبعاً ورح الزلمة كبس لنا هيك مكبسة على المشيين وقال خلص حط البن ورح طلع حق البن قلنا رح كبس البن قام البن طلع على الشاشة ما طلع علي نجوم أنا لفيت وراء لقيت وراء الرجل الأولاني اللي حكى لنا روحه هديك مشغالة قلت له محمد اداك ورانا واعلم بشوف البن بس قلنا شب دورنا بالفني يعني والبطاقة هيا جوه المشيين ودغت cancel ولفاتي وزقاً أيضاً دغت cancel ما عم تطلع البطاقة ما عم تطلع بشوف البطاقة قلت سهل I'll just freeze the card on the application وخلص قلت أفتح الجوال message 5k message 4k وصورنا نشوف اللي فلوس الطيل وراء واحدة وراء واحدة وراء واحدة سحب ليك مش واحدة وراء واحدة سحب وراء واحدة دغت cancel 10 seconds ما أخبر موضوع I see it was already how much How much? How much? 8,000 درهم تقريبا? 8,000 درهم 8,000 درهم يعني 2000 وشوي دولار and they were still trying لسه قاعدين يحاولوا وجوالي أعطيني notification and know where they are and where they are trying ومحمد عم بحاولي يسكر البنية يسكر الكارد يسكر ايشي إذنك عم بابلك واني يقول له تعالي كمسواني كمسواني مع مرات 5 ثواني 10 ثواني 2 transactions 8,000 درهم 10 ثواني يعني لو ما كنت منتبه كمان كان خلاص كملوا فغيرنا البن وقفت العملية يعني أن تعالي بالفعل كمسوان تقبل تقلاقين كل هذه من صورة مفق وقت تقلقين نعم وقد كنت معتك نعم لكن ألا نعلم هذا يصبح وإنه قالوا أنه سأساعدني أقع كما أنه مجددا في المساعدة أظن أنه كان فيه ثم أعرف أتوقف في المساعدة ومجد المساعدة على المساعدة لذلك أعلم أنه شيء مغالب أدخل المساعدة أظن أنه سيسر في المساعدة ومع ذلك وعندما أرى أنه صارت في المساعدة أرى أنه سيسر 2 أشياء وقامت 2 أشياء ماذا نفعل؟ هل أنت تحشير؟ نعم، أنا قاعدة أقول أنه لا يوجد فايدة لا يوجد فايدة أن يذهب إلى المنزل لا يجعلون شيء يقولني نعم، لا يجعل شيء فقط نستخدم المنزل للبنك وهم أكتنين وجههم باين فقط نفتحونا الفيديو ونفتحوناهم لا، لازم أول شيء تجيبوا أحدا مترجم نحن لا نتهم إنجليزي وبعدين قال لازم كمان نعمل تقرير و لازم نقعد و نحكي و نشوف شو صار قالوا يا عبما يقولوا رايحوا و هدلك و سفروا و عاش حياتنا و في الأخير قاعدنا ثلاث ساعات دون فايلة شوين وصلنا؟ اه، ارجعنا ثاني يوم على الاتي ام بدي أفهم كيف شو اللي كبسوا المخلوق هذا على الاتي ام كيف؟ عشان كله بالتركي دمما تدخل البطاقة كله بالتركي بعد ما تدخل البطاقة يصير بالإنجليز ممكن عندك شخص للإنجليز فالمهم ارجعنا بعدين فهمنا إنه هاد الزلمة ما فوت البطاقة خلاها بإيده او عنده بطاقتين كان ندخل واحدة؟ او دخل البطاقة من تحتها فايلة و خلاها بإيده ما عبوا أنا متأكد إنه دخلت وأنا كمان عيوني و عيونه شفوها عم تدخل تخيلوا قديها بالزلمة محترف محترف شفناها بعيوننا عم تدخل بالمشين وهو حط بإيده و نسحب زي كأنه موصل شي و كبسلنا على المشين بالتركي يعني معاملات بدون بطاقة بيطلع لك هذا اللي تدخلت رقم الأكاون بيطلع ماشو الله عشاشا بيطلع و ما تلبسوه و تخدوا مصريكو وراء بالباكبال الحلو لما أخذ بطاقة تكون بس فيها فلوس الإجازة يعني كثيرا ثلاثة رفضة ما تستقدموا بطاقة تكون رئيسية تخيل لي بطاقة تتالي لك مصيبة بس الحمدلله كان عاشو خياتا بل كما رجعون ففي بنوك ممكن ما ترضى ترجع أصلا بس بيطلع ممتبهوا أحاق و أخذوا العبرة من القصة مع السلامة وهيك بتكون خلصة رحيتنا بإستنبول هل رايحين على المطار على الوجهة التالية والآن نحن على الطريق انطاليا انطاليا بالفيديو ان شاء الله تكونوا مسلتوا معنا بالفيديو تبع إستنبول شوفوا الفيديوهات الجاية و يعملوا و لايك و مشاهدوا عمل لنيوتيوبر من هنا من هنا مرحبا مرحبا بالفيديو الجاي فيه أماكن كثير حلوة لأول مرة أروحها وأكيد كثير ستعجبكم فخليكم تابعين و شغلوا الجرس عشان مايروح عليكم باي باي مرحبا